اشتركوا في القناة 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 ولذلك بنقول الفم هو اول سلمة في علاج صحة الانسان اول سلمة في الصحة لقائية وصحة الانسان ان طبعا من رواقع الفاك اللي هي بتؤثر على لو انا اهملت طب الاسنان هسيب الرواقع والكلام دي كلها بتنزل مع الاكل يعني المرضى النهاردة اللي بيهمل سنانه وبيهمل عملية الغسيل وهي بقى بكرة وبعده ما تنساش ان البقء ده شيء مفتوح للهوى وللدنيا بحالها خدت بال ما عليك ازاي وبالتالي بيجيب البكتيريا نتيجة بقايا الطعام اللي انت بتهملها البقايا دي لما بتيجي تعمل تاكل تاني بتاخدها الطعام الجديد وتنزل الماء ده وممكن تقصر نحن هنا احنا عندنا مشكلة برضو خلينا نعترف بيها احنا مروحش للدكتور الأسنان غالما في مشكلة لما تقول له هلا ايه وصلت ان احنا مش قادرين نستحمل فيه قلم شديد تقول له هلا يعني استاوت لكن الثقافة العامة والتوعية الطبية يعني الدكتور الأسنان فعلا زي ما كنا قارينا في فتحات مجلتنا هي مش الفكرة انه هنا لما بتعب بس باروح له لكن هو بقدر يفيدني في ان انا ازاي اهتم بأسناني اهتم ازاي بصحة الفم اللي هي بشكلة او باخر تأثر على صحة الجسد بنعتبر طبعا يعني احنا طبعا في وضع احسن من زمان طبعا اللي كان زمان ما كانش فيه غير عملية الخلق فقط حتى عملية التوعية الطبية بتاع الجهات اللي هي بعيدة عن المدن كانت ممكن اللي كان بيقوم بعمليات الخلق ده كان انسان مش متخصص وكان ممكن يكون فيه التهاب أنا كنا بنسمع عن حاجات غريبة زمان يالي في طرق الخلق وممكن يكون انسان عند روماتويد ديزيز امراض القلب او عنده السكر ومع الالتهاب يخلع له يقولك ده تلات ايام وحصل لقدر الله حالة وفاة نتيجة الخلق النزيف موقف لكن احنا النهاردة بنتكلم عن فيه تكنولوجيا جميلة جدا وفيه تغيير احسن من الاول طبعا بالنسبة لجميع الجهات الموجودة في القاهرة وخارجها ان بنعتبر الفم والاسنان علاجه ده حاجة بسيطة جدا جدا لو الانسان اهتم بالفرشة والمعجوم فقط مرة بعد الفطار او قبل الفطار ومرة قبل النوم ثق تماما انا واصف ان نسبة امراض اللي سهوا الاسنان هتقل كتير جدا جدا الوقاية خير من العلاج نشوف شخصية علابنا النهاردة مين يا دكتور شخصية علابنا النهاردة الدكتور ابو بكر الرازي حاوي الطب افضل الطباء الذين اشتهروا في طب الاسنان الرازي فقد اهتم كثيرا في طب الاسنان حيث خصص في الجزء الثالث من كتابه الحاوي في الطب وقد خصص مكانا الامراض الاسنان واللسان وامراض الفم وطرق العلاج بواسرة الادوية او بالادوات المستخدمة في خلع الاسنان او كياها بالنار وكتب عن طرق معالجة الاورام جراحية ابو بكر الرازي ده عالم طب فارسي من علماء العرب اللي كانوا ماشاء الله يعني ابتقروا كتير جدا فطبه افضل طب جدا اللي هو العالم ابو بكر ابن محمد ابن الرازي ده من العلماء اللي عملوا كتابه ومشهور بتاعه كتاب اللي هو جامح الطب شمل فيه كتير جدا جدا من الامراض وبالذات ضغط على موضوع طب علاجة طب الاسنان واللاسة وكان بيتكلم ازاي عن الاحجار اللي تم اكتشافها ويضحنوها ويعالجوها عشان يعالجوا بها السنان يعتبر من الرواد في طب الاسنان طبعا اعتبر ابن الرازي ده واني يعتبر منه علماء الكبر جدا زي ابن سينة من علماء العرب اللي هم حطوا بصماتهم جميلة جدا جدا في علاج طب الأسنان بالذات وعلاج اللاسة وهو من الناس اللي اخترعت مادة خلت برها اكتشف مادة زي السلفة كده بس كانت مادة حجرية وكانت بيعمل بيها اللاسة بتاعة الطفل يعني مشهور بيها لما كان الطفل بيسنن وبتدي يسخن وكان فيه ضعف كالسام عنده وما يقدرش يسنن فكان المادة دي بيجيبها بيفرق لاسة الطفل وبالتالي بتساعدوا على ان السنان اللي بنيها بتطلع بدري فده من علماء الفرسيين اللي هم لهم بصمة جدا جدا طبعا مصطب ان شاء الله موضوعنا النهاردة زي ما قرينا في غلاف مجلتنا علماء يقولون الليزر يعيد نهو الأسنان توصل العلماء الى تقنية لإصلاح الأسنان يقولون انها التقنية المبنية على استخدام دوق الليزر لتحفيز الخلايا الجزعية للجسم على العمل وربما تقدم وعدا كبيرا يتجاوز طب الأسنان في مجال الطب التجديدي واستخدم الباحثون الليزر منخفض القدرة لانتزاع الخلايا الجزعية الموجودة في عاج السن وهو النسيج الصلب الذي يشبه العظام ويتكون منه عظم السن واجروا الدراسات على الفئران وباستخدام خلايا بشرية في المعمل أيضا ايه موضوع الليزر يعيد نموه للأسنان طبعا زي ما تكلمنا دكتور ذكري في الحلقات السابقة ان دلوقتي الموضوع اللي هو الشائك اللي هو بيشغل جميع المواطنين او الناس عمتا او علماء العالم عملية الليزر دلوقتي انها دخلت في عمليات علامة الإنسان حسنا نسموه كتير في جميع حاجة دلوقتي في جميع التخصصات وبالنسبة لتخصصنا طبعا العلماء دلوقتي بالذات اللي طرعوا فيها ما شاء الله علماء سعوديين والواحد يشهد لهم ان هم الحمد لله دلوقتي بيبتدوا ياخدوا الخلايا الجزعية عن طريق الليزر ويبتدوا يزرعوها تاني في العصب بتاع الدرس عشان ينشطوا الدرس ليه؟ هو كان هو مبدئين هو انا بستعمل الكلام ده في حالة ايه؟ اقول لحضرتك كان الاول لما بداية الطب ان الدرس لما بيابتدى يعمل قلم كان بيخلعوه لما اكتشف ان هذه العملية بتؤثر عملية الماضي وعملية الهضم وابتدت الطب يتقدم ابتدوا يعرفوا ان قيمة الدرس والاسارة بينها خلقها دي لها قيمة عظيمة جدا فابتدوا يختارعوا حاجات او يتقدموا عمولماء التكنولوجيا مع علماء الهندسة الطبية في تشكيل اجهزة معينة للحفاظ على الدرس ايه اللي بيبتدي يصيب الدرس؟ انا عندي الدرس عبارة عن طبقة مينة وعبارة عن طبقة دينتين اللي هي العاج وطبقة عصب هنا في الحتة دي اللي بيصيب الدرس بيخلي المريض يشتكي من قلم شديد هو العصب طب نحافظ عليه ازاي طالما وصل اليه للتهاب بس هو معنى انه هو وصل للعصب معنى انه في حالة متأخرة تمام برافو انه طبعا المريض ده باد هابد او تشيل يعني او باد لدكيه ان المريض اهمل جدا لحد ما وصل للمرحلة وطبنوا تشغيص الامور دي مؤخر فالتقدم انه هو ابتدوا يشيلوا العصب ينزع العصب فقط ده بتاع الدرس ويبتدي يزرع عصب صناعي نوع من الجاتابركة يعني انا عندي مريض حصل خراج كان الاول بنخلع دلوقتي لا انا بانصح عزيزي المشاهد المشاهدة ممنوع من عمبتة بحد يخلع لان انا بانصح عزيزي المشاهد خلي بالك الجدر الصناعي اللي تم تحديثه حاليا بيعدل 2000 جنيه اللي هو جسمك يقباله طب من عندي جدر ربنا احسن مليون مرة بس معنى كانوا حيارة تقول مش عايز حد يخلع احنا نقول الخلع ده دلوقتي بقى فيه طرق كتير بتجنبنا ان احنا نوصل لمرحلة الخلع نعم لو انا بالوقتي وصلت المرحلة خلاص القطر عداني واهملت كتير جدا لما وصلت المرحلة بعد الخراج كمان حصل فراكشور تكسير في الدرس يعني انا بيجي لي مريض يقول لي بصوا وانا باكل ابتدى الدرس يتكسر كله ما بقاش غير الجدر ما تخلعش الجدر ده الجدر ده انا بنصحك عزيزي المشاهد من الحاجات الجميلة جدا اضعى في الايمان هقولها لك لو الجدر ده الدكتور علجه وموته بالليزر او موت العصب اللي هو مسبب للخراج فيه هنعتبره ازاي اعدى عظم داخل الفك بتاعه ممكن نركب عليه بقى تركب عليه بقى انت بتاكل على اعدى عظم على اعدى اسمنت قوية اما النهاردة لما انت تخلعه اصبح فيه لاسر لما بعمل لك سواء كان اسنام وتحركة او سابتة او زرح بتبقى العظم واللاسر ربنا خلق تحتيها شبكة شرايين وشبكة اعصاب وجد ان العظم الفكد عظم اسفنجة لو ما بيحصل بريجر عليه بيدوب وبالتالي ما بتقدرش انت تتحمل عمليات المدغ ايه داخل فهنا كانوا الاول بينزع العصب دلوقتي فيه الطب الحديث وجدوا ان الدرس منزوع العصب ده بيبتدي يحصل له تكسير تاني يعني الدكتور بييجي عشان ما يخلعش اشيل العصب بتاعه وازرع له عصب على تاتة اربع زيارات وابتدي احشي جدور بقى عصاب صنعية وابنقعش الدرس عادي وبنرجع اركب عليه تاج في خلال تلات اربع سين بيحصل فركشور تكسير للمينة بتاعة التاج او السنة او الدرس فهنا الطب ابتدى يتقدم ان علماء فعلا مجموع علماء السعوديين ابتدوا دلوقتي عملية نزع الخلايا الجزعية لزرعها مرة ثانية ويعاد عملية التخزينة للدرس اتغلت الخلال اللي فهمت محرك بنغض الخلايا الجزعية بالليزر بالليزر وزرعناها وزرعناها تمام طبعا خلي بالك ده حركة طب كله بيتقدم يا دكتور زكري دلوقتي في جميع الجسم كله يعني مش شرط الدرس يعني انت عندك خلايا جزعية في جميع حصل مثلا خلايا ماتت في الصاق نخاعل انت خدت بالله حضرك بالنسبة التخصصي ان فعلا دلوقتي لم يفحص عن الابتقار الجديد لانه ما زال فيه ابحاث على الفقران والارانب انه بينزع الخلايا الجزعية الخلايا جزعية هل خاصة بالعصف فقط ولا ممكن ينزعها من اماكن اخرى لنفس الانسان ونفس الجين ويزرعها فين في الدرس يعني عزيز المشاهد المشاهد ياخدها من الدرس نفسه ياخدها من جزء تاني من جزء تاني من الجسم خدت بالعليم طبعا مازال الازهر دلوقتي مختلف في عملية نقل اعضاء سواء كانت خلايا جزعية او اعضاء بشرية سناني الاعضاء لا ينطبق على موضوع الخلايا جزعية لان احنا بناخدها من نفس الشخص نفسه وما هو في بقى جينات طبعا الطب الحديث دلوقتي جينات الدم وجينات الدقنية وكلام ده كله لو اتشابهت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيستعدها لكن الازهر ما زلنا هذه القضية مطروحة للنقاش عملية نازع الاعضاء في مريض لم يفارق الحياة او دلوقتي مات اكنكنكيا لان انا قال هاخد منه عضو ازراء ما زال الاصهر في قضية مختلفة ودي مش قضية حتا برغم اه ودي مش قضية ما اقدرش يقفت فيها لكن انا عايز اقول ان دلوقتي العلماء صالين تبرعوا فعلا وابتدوا يبتكروا ان عملية نازع الخلايا الجزعية وزرعها في الدرس عشان ايه عايزيز موطن عايزة بصط لك الموضوع ان الدرسي تاني حي لان عملية نازع العصب منه وزرع عصب صناعي ده ادى بعد ثلاث سنين ان الدرسي بييجي بيقضم بالتربوش بتاعه ناتيجي زي الشجرة الخضرة طول ما انا برويها شديدة الامور تمام ماشا معنا انا منعت عنها ونشفت اي شوية على طول احنا بنوجه سؤال للاستاذة المشاهدين وبننتقى صورة من الدكتور فوزي معنا متى تباد فرشاد اسنانك ولو في اي استفسار للعناية بالفم والاسنان بيشرفنا ان نكون معا الدكتور فوزي يجيب على تسائلاتكو الارقام على الشاشة بالنسبة طبعا ده سؤال جميل يا دكتور زكري لو انا اتكلمت المهاردة طبعا عزيز المواطن ام تتغير الفرشة بتاعتك اكيد هو زمان دلوقتي الاجابة وصلت لنا من المواطنين وعزيز المشاهد لان طبعا دلوقتي كانت زمان الاعتقاد ان انا بجيب فرشة خشنة ده اتضع انه ده طبعا امر مش كويس خلي بالك عزيز المشاهد مشابه عملية ان انا اشتري فرشة خشنة عشان تنظف اكتر ده غلط لانها بتعمل محرة في الميناء وتاكل فيها وبتاكل فيها وبالتالي تضعفها معا يجي المريض بوصل يكشف مناطق مهينة زي السيرفايكاللين الخط العنقي الفاصل بين التاج والجن لكن انا بنصح دائما دائما كل ما يكون الفرشة صفت كل ما تبقى عسك لدرجة ان الشركات يعني ما كون النهاية تبقى نعمة تصنيع فرشة مطاطية لحراف بتاعتها من برا مش 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 الفرشة لا مطاطية عشان لان دلوقتي وجدوا حديثا عملية مساج اللاسة عزيز المشاهد بضغط على دي المشاهدة عملية المساج بالفرشة لللاسة مهم جدا لان اللاسة تضح مع الاطعمة والاغذية وتناول الاطعمة المختلفة سواء كانت الصفت اللي موجود برا لان فيه ناس كتير بتعتمد على الاغذية الخارجية ودي معظم بيبقى فيها سلمونيلا وبكتيريا وباصلاي وفانجاي وكوكاي كل ده خلي بال حضرتك اللاسة بتتشبع به بردك زي زي السنان وبتختارك اللاسة فعملية مساج اللاسة بالفرشة هي عملية جميلة جدا حتى لو نزل الدم خلي بالك عزيز المشاهد لو الفرشة نزل الدم ده مش معناه ان انا خاف ده انا انا بجيب الفرشة الطريقة وبالتالي الفرشات الجديدة اللي نزلة دي اللي حراب بتاعتها مطاطية بحط المعجون بتاعي وابتدي اخسل بيها لو لا استجاب الدم دم دم اللي هو مغير لونه ده اخسل الفرشة مرة تانية في نفس المرة وحط معجون واقسة طب والدم ده معناه ايه؟ الدم دم معناه ربنا صحاتها دكتور زكري خلق الدم ده في اوعية معينة سواء كانت في الشرايين او في اوريدة او في فينز طول ما الدم موجود في الاوعية بتاعته هو موجود اللزوجة والسيولة بتاعته زي الفن خرج منها خلاص تجلط يعني انا النهاردة ماشي معادي كده خبطت في كرسي فوتهي اي حاجة في رجباتي بتبتدي تزرق ليه؟ خرج الدم من الاوعية وخرج تحت الجلد بيبقى فقد اللي هي الكسافة بتاعته او الفائدة بتاعته فاصبح دمه متغلسة طف حالة الليسة ده ايه السبب في الكلام ده؟ السبب فيه براضة عليك ان المريض اهمل لما اتفضل معنا للسيوز محمد اتفضل للسيوز محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ليد حراءة تقطي التلفزيون شوHigh السيد محمد؟ والله يا دكتور انango عندي لسة على طول كل ما اعملها بالفرشات جيب دم تجيب دم الحال ابتاعها ايه بقى؟ او دي او ده ايه العبي ايه العب ايه المشكلة عندها؟ يعني كل ما اعمل بالفرشة على طول دم تمام 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 الدكتور فاوز هيجاوب حراءة عسيد محمد بنشكول سؤال تاني يا سيد محمد كنا عايزين نسأل أهم حاجة بيدغط عليها الدكتور هل هناك فيه سيستيميك ديزيز فيه أمراض زي السكر أو الضغط خلي بالك عزيزي المشاهد مهم جدا دكتور ذكري لما المريض بيشتكي إما مرض السكر أو الضغط الممتشر أما مرض البيبيورا بتاع البحر المتوصل الحمد لله مش ممتشر يعني وجود ضعف في الأوئية ده مهم دون عشان المريض يجي قوله انت بتجيب دم ابتدي عالجه لو لقيته إنه صحيا بالتحاليل مفيش عنده ضغط ولا سكر بابتدي إنه أنا أعالج اللساء إيه الدم جي بقى أستاذ محمد من إيه جيه ناتج عن أنا أهملت البكتيريا خلي بالمعليك نتيجة بقايا الطعام الموجودة إن إحنا حديثا تم اكتشاف القاتل لما أنا باهمله النهاردة أنا جاي تعبان من الشغل أو أنا مش قادر أخسن سناني أو الفرشة بتاعتي مش لقيها أو المعجون خلص زي ما بيحصل ببتدي البكتيريا اللي انت بتسيبها ست ساعات دي بتختلق بكتيريا خارقة لللاساء تنفذ من خلال سناني دخلت الشرايين بتبتدي تحط الفواهة بتاعتها المدببة على الشريان وتتغذى منه وبالتالي طول ما هي بتخرم فبيحصل نظيف من الشريان بتاعي داخل تحت اللاساء وبالتالي بيخرج الدم من أوهية فبيعمل التهابات اللاساء بتاعتي وبيعمل بكتيريا الدم وبالتالي بيحصل تباته اللاساء بتورم ييجي المريض يخسل سنانه بتدي اللاساء لا 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 أنا حصف الدم بتاعي كده الستة لتر هينزله لها طبعا طب 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 في حتة الدم اللي بينزم اللاساء دي دي فيها كذا جزئية نعم زي ما لسسون محمد كان بيقول هو ممكن تبقى بشكل دائم مع غسيل الأسنان كل مرة نعم وممكن تبقى وانس مرة واحدة وخلاص حصلت ومش بنتكرر بتدي أنا بقى بقى لإذن حضرتك لو المريض طلع سيستيميك ديزيز عنده مرض زي السكر بقوله زبط للسكر مع الدكتور المختص لحد ما يوصل من 100 إلى 140 كواس جدا يبقى اللاساء بتاعتك هالتانية الحاجة التانية أهم من مرض السكر والعياذ بالله اللي هو مرض الفيروس سي لأن السي ده بيأسرع الكبد جدا أمراض الكبد عامة الله والإنزيمات أهلت على طول بيفقد الدم السيولة واللزوجة الكافية وبالتالي الدم بيبقى سائل جدا لأي خبطة ممكن اللاساء دي تكون ملتهبة بسيط والسنان تقوم مخبطة فيها تعمل نزيف برضا طيب مهمة أو عملية التحليل كان يطلع عنده سكر أو الكبد دي مهمين جدا 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 طلع كل ده مش موجودة بكتور طلع بقى مش موجود وبرضو فيه دم في اللساء تمام برافو علي إيه بقى المريض هنا عمخش هل هو ضعف في اللاساء وضعف في الأوعية أبتدي أن أنا أعالجه بالليزر وأعمل له حاجة اسمها دورات فلورايد عندي لو أنا عملت دورات الفلورايد دي بيبقى عمليات تقوية لللاساء بحيث أن الدم بتاعه ما يبقى السريع إنه يفتاعت هو الفلورايد ده للأسنان وللسا نفسها في نفس الوقت للأسنان بس للفك كامل لأن مادة الفلورايد معروفة إنها بتزود كريستالات الكالسام بتمنع الهويتش اللي هي المناطق البيضة والبنة اللي بتظهر على السنان وتضعف ولكن بنسبة معينة فدورات الفلورايد دي لما الدكتور بيعملها بتأول مينة وبالتالي بتأول اللاساء كان بيقال زمان إنه ما بيكون في دمان اللاساء ده ممكن يبقى ده نقص فيتامين سي وبيأثر على الأوعية الصغيرة دي حاجة مهمة جدا ما هو برضك إحنا لو جينا نعمل تأسيمة لعمليات نزيف اللاساء بنتكلم عن هل هي حالة ورصية ولا حالة مكتسبة نتيجة ضعف في التغذية ولا سيستيميك ديزيز ولا حالة مرضية نتيجة وجود السكر أو الضغط أو أمراض الكبد أو أمراض القلب اللي هي أو أخد علاجات زي علاج الصرع وله عزو بالله كل الحاجات دي لما الدكتور بيبتدي يعمل دياجنوزيس كشف شامل عن المريض وببتدي أعمله بنفلت ببتدي إن أنا أعالجه عندك السكر هتعالجه كذا عندك الضغط ليك علاج الضغط طيب ملقتش عنده حاجة دكتور زيكري ببتدي إن أنا أعمله أنا دورات الفريد أنا بساعد المريض وبخسله سنانه في العيادة عندي يجيب للفرشة بتاعته ويجيب المعجون ومع المواد الطبية الجميلة بتاعت الفريد وغيرها وببتدي أخسل اللاسة بخرج المريض من عندي يقولي أنا حاس إن الرئة بتاعتي كانت مسدودة وإيه بس الكلام ده مرة واحدة وخلاص؟ طبعا بيأخذ من ثلاثة لخمس مرات ومش مكلفة عن فكرة ما هي دي المشكلة اللي بتخلي الناس ما بيحبوش يروحوا لده كهاتف السر عايزين واحد فاضي ويقعدوا روح لهم كل يوم كل يوم لا إن شاء الله عاصل إنت لو بسلمتك النهار ده لاسة كويسة بتحس بنت عاش رهيب أنا بكلمت جد كأنك واخد شور مستديم ودي مناسبة للجميع الصغير الكبير كل يوم أطفال وكبار أطفال وكبار الدكتور بيحط إيده على السبب ويبتدي علجه سواء كان مكتسب سواء سوق تغذية سواء كان نتيجة سيستيمة جديدة أمراض مستوطنة أو موجودة عنده تمام طبعا معنا اتصال أم محمد فضلي يا أم محمد ألو ألو السلام عليكم فضلي يا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي معاك يا فندم سمعينك مستمع صوت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا دكتور الحمد لله يا فندم جزاكم الله خيرا ربنا يخليكي لو سمعت يا دكتور أنا يعني ستة كبيرة عندي سبعين سنة وبعدين أنا من النوع اللي طول عمري مهتم بأسناني كويس جدا يعني عمري ما عملت جير ولا الحاجات دي بس دروسي بدأت تقع من غير ما تسوس ولا يبقى فيها أي حاجة فجزء كبير جدا من دروسي ففي مرة وقعت السنة اللي قدام انتكسرت فلما روحت له الدكتور خلعها لي فدلوقتي السنتين اللي على أجنبها بيتلخلقوا خالص ومعليش يعني أكون صريحة مع حضرتك أنا إمكانياتي ضعيفة في موضوع التركيب فأنا عايزة أسأل حضرتك يعني هل الأسنان دي ممكن تتثبت وعندي كمان ناب فوق كمان بدأ يتلخلق يعني يعني حضرتك قل لي أفضل الطرق مثلا إن أنا قدام أعمل وفي الدروس اللي وراء أعمل لإني أنا بتعذب في الأرض أهلا بيك يا سيد ماتينة وأنا يعني أنا ما عنديش ولا ضغط ولا سكر يعني ما عنديش أمراض الضغط والسكر ومش عارفة رأي حضرتك إيه بالأشكرك يا محمد والدكتور فوزي يا جاوب حضرتك أولا يعني أنت ست بركة جدا ويشرفني إنك تشرفيني في العيادة بتاعتي يعني يكفي إنك أم المثالية وبلغت من السن ده وإنت أحسن من غيرك بفضل الله العظيم الموضوع بتاعك أمو محمد بسيط جدا 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 أنت تشرفيني في العيادة اللي موجود من الأسنان عند ست محمد دكتور ذكري لو لقيته صحيا حلو جدا يعني أنا بعالج السن ده والله أنا بلاقي بعض الأسنان والجدور أحلى من الشباب صغرين نسبة الكالسة كويسة جدا جدا فاللي حنلاقيه سواء كان درس أو سن أو جدر ويكمل معانا بنعالجه وبنخليه ونحافظ عليه موجود اللي مش موجود حنكملهه يعني ده لازم استشارة الطبيب طبعا نعم نعم لكن أنا في الأول والآخر حالتها كويسة جدا جدا وعشان فعلا السن ده بيبقى محتاج الأسنان عشان عملية المضغ لأن الهضم مزه الأول فإحنا أخواننا عادي المشاهد السيت محمد بتتكلم كلام مهم جدا السن بتاع السيت محمد البركة دي السيت الطيبة دي السن ده مهم جدا في وجود السنان بالرغم من ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ومن نعمره ننكسه في الخلق يعني كل ما الإنسان ما بيكبر يرجع لكان بيبي اللي ما كانش له سنان تكبر في السن سنانك طوع زي البيبي ولكن السن ده خلق الله الده وخلق له الدواء السن ده محتاج السنان أكتر من الشاب ليه؟ لأن عملية الهضم والإنزيمات اللي بتفرز لهضم الطعام مزه الأول فلازم الأكل أول ما يخش فبق السيت محمد يكون مفروم ومهروس كويس عشان ينزل لمعدة مزه الأول ما تتعبش رقاش في عبقى عليها أو ضغط زيب عليها يعني الطعام لو نزل سليم أو يعني زي ما بيقوله وشديد بيتعب جدار المعدة وهدخد إلا قرح أخش بقى في متهات وقولون وقرح وعملية هضم وسوق هضم كلام ده لكن هي تشرفني وأنا أستأذم طبعا المختصين إن هي لتتصل بيهم ويدوها عنوان العيادة وأنا عناية ممكن أروح أجيبها كمان ونعليجها بإذن الله ربنا يبارك في حراكة دكتور نتمنى نكون جاودنا عليها طبعا دكتور إحنا مش عايزين حد يروحه ده كثرة أسنان وده أكيد يعني عايزين نعرف إيه العادات السيئة اللي بتتاب الأسنان يعني ما شاء الله زي ما سيدة محمد كانت معانا وطول 70 سنة ومشاء الله محمز على أسنانها إحنا عايزين كل كده إيه العادات السيئة اللي بنعملها وإيه الثقافة أو التوعية الطبية المطلوب إن إحنا نبقى عارفينها ونتعامل بيها عشان ما نوصلش لمرحلة اللي أسناننا وقعت نعم وندخل في الدوامة دي أنا بمصح عزيز المشاهد ومشاهدة يعني أتلست يا سيدي أنا مش عايزك لو أنت طبيعة عملك وصلت للمرحلة إنك مش فاضي لسنانك والبقك بالبلد كده كل ثلاث شهور تعالي الزيارة واحدة بس يكون دكتور صح لأسف يعني عايزي أقول دكتور يكون أنت حبيبك لا مش فهم دي يعني هو ما يعلمش حاجة في سنانه خالص يعني أنت لو أهملت للدرجة غير إنك يا دوبك أكيد بقى بتتوضى أكيد يعني مش هقولك بتستخدم سواك لا أكيد بتتوضى لو مش بتصلي بقى لا هنديك حرف لكن لا الزيارة دي أعرفك تغني إن الواحد لو أنت بتتوضى في اليوم خمس مرات ومهمل ثق تماماً هلحقك لو زيارة واحدة طبعاً لو كل شهر يبقى حسك لكن لو ده حراك كده يشجع الناس إنه ما تغسلش في سنة وقول لك خلاص ما روح كل لتلت شهور خلاص بس لا فعلاً البكتيريا ما بتنموش وما بتصلش المرحلة دي إنه وجد العلماء تلت شهور تهمي الإهمال شديد تبتدي البكتيريا بتنشط من الجين بتاع البويضة إلى جين المتأكل طب ده إحنا المعروف إن الست ساعات والتمن ساعات بتدير يخمر لذلك يفضل يعمل رائحة دكتور زيارة الست ساعات يعملوا رائحة ومش كل الأطعمة طبعاً يعني زي البيض التفاح ما عملش زي مثلاً نشويات تعمل خدت بقى لحضرتك الألبان تعمل فست ساعات تعمل رائحة الرائحة بتنتج عن إيه وسط بكتيريا الوسط بكتيريا بينتج عن يبتدي عمل حاجة اسمها الميديا بتاعة النواة بتاعة البكتيريا يا دكتور فوز إحنا مش عايزين حد يروح لدكتور الأسنان نعمل يبقى فرشة ومعجون الفرشة والمعجون ولو إنت بقى علاج الناس الطيبين ومش عايز تجيب فرشة ومعجون هقولك عالسر والله يا ربنا خلاقها للطيبين الغلابة المية مملهة بالدب لله سجدا يعني أنت لو عملتها مفيدة في مهي؟ مفيدة في الوسط النهاردة لما عمل كوباية مية دافية وعليها معلقة ملح كبيرة وابتدي أطمض مضيها خلي بالحضك الضغط الإسموزي بتاع الملح أعلى من الضغط الإسموزي بتاع أي بكتيريا وابتالي بيسحبها بيسحب النواة من جوابها بيموتها ما يخلاش تانمو أبدا بيقضي على نشاط الملح وبيغير البيتش أو الوسط اللي موجودة على الفم ولكن أنا بنصح طبعا المريض الضغط المزمن يبعد عن مرضة يبعد عن مرضة ده بقى لازم يستخدم الفرشة لكن لو مش هنروعي لده كاترة الأسنان مية بمالح طيب إيه تاني؟ لو أنا جبت كل أسبوع مرة يوم الأجازة بقى مشيت راح الشوك جبت تلات أربع فصوص طوم تلات أربع وعملتهم ترنشطه فياحة جدا وقمت ابتديت ألزق فصوص الطوم دي اللي أنا عملتها زي الخيار كده ما بيعملوا بمسك وأبتدي ألزقها على اللازم يقوي جدا 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 موضوع اللازم طب سر تاني بقى ما برضاش أقوله على حد لو أنت عملت خليط من 50 جرام شب 50 جرام أرض 50 جرام حبة البركة 50 جرام قرنفل أنا هنضرب بالنار خليبها 50 جرام خدت بقى لبان دقر وخدت المجموعة دي من عند العطار وغسلتها خدت بقى لك عزيزي المشاهد بتاعت اللي حنفل النجاة طبعا من الكياس والشوالة وحطها في الكسرونة بتاعتي وحط عليها لتر مية حط عليها لتر مية وابتدي أسيبها تغلي زي الحلبة وبعدينك ما مببها بعد ما بتغلي تسيبها 10 دقايق تصفيها وحطها في إزازة مش في بلاستيك وابتدي اتمضمت بها طب دي ده سر عظيم هو للأسف هو للأسف وقت حلقتنا خلص طبعا كعندي ناس إليه كتير جدا فإن شاء الله نستكملها في اللقاء قادم بإذن الله احنا في نهاية حلقتنا منشكر الدكتور فوزي محمد عباس تشارك راحة الفم والأسنان نورتنا الدكتور فوزي النهاردة وساعدنا بلقاعتكم وشكر لصطف كله شكرا دكتور زيكي ربنا خليك دكتورنا ومنشكر السيادة المشاهدين ولتمنى بأن احنا نكون جاوبنا على استفساراتكم وعلى وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج المجلة الطبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر